السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة تعلم مع آدم وإيان اليوم نقوم بتصحيح الفرد الأول للدورة الأولى لمادة ريادية للمستوى الثاني أو ما يسمى فرد المرحلة الأولى لمادة ريادية للمستوى الثاني ابتدائي إذن هذا النموذج ممكن تقوم بتحميله في الوصف إذن نوضعه الرابط في الوصف على شكل بدايف إذن نقوم بتصحيح الفرد ونقوم بشير السؤال الأول إذن السؤال الأول يقول ولاحظوا المثال ثم أكمنوا ملء البطاقات إذن سنشوفوا هذا المثال الأول إذن كاللاحظة أعطنا عدد مكتوب بالحروف ثم أعطونا العدد نفس العدد مكتوب بالكتابة العددية ثم الكتابة للعدد مفكك إلى عشرات ووحدات ثم الكتابة الأخيرة أن العشرات مفككة إلى عشرات إذن بشكل مفصل إذن سنقوم بنفس الشيء بالنسبة لباقي الأعداد إذن العدد اللي أعطوناه أعطونا العدد خمسة وأربعون إذن خمسة وأربعون بشكل الحروف إذن سنقوم بالكتابة دياله على شكل الأعداد إذن خمسة وأربعون سنقوم بتركيك دياله إلى عشرات ووحدات إذن أربعون زائد خمسة أربعون زائد خمسة إذن بهكده سنكون انتهينا وإذن نشوفه أن الجواب الأخير معطينا إذن عشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة زائد خمسة إذن أربعون فيها أربع عشرات سنمشي إلى العدد الموالي إذن العدد الموالي هذه المرة أعطوناه على شكل كتابة عددية تمانية وخمسون إذن سنكتبه بالحروف تمانية وخمسون ثمانية وخمسون إذن سنقوم بتركيك دياله إذن خمسون زائد ثمانية وسنقومه بملاحظة الجواب إذن كم من عشرة في خمسة خمسة واحد إثنان ثلاثة أربعة خمسة زائد ثمانية سننتقل الآن للكتابة الموالية أو إلى العدد الموالي إذن أعطوناه هذه المرة العدد على شكل أعداد كتابة عددية إذن سنكتبه بالحروف إذن ستون ستون إذن تفكيك دياله عنا الجواب دياله إذن خسنا نقوم بتفكيك ستون إلى عشرة إذن ستون كم بيع من عشرة ستة عشرة إذن واحد العشرة الأولى العشرة الثانية ثم العشرة الثالثة الرابعة الخامسة ثم السادسة ونضيف الوحدات اللي هي السفر وبهكده غدي نكونوا انتهينا من السؤال الأول ننتقل الآن إلى السؤال الثاني إذن السؤال الثاني يقول أقارنه باستعمال الرمز إذن الرمز أصغر أو أكبر أو تساوي إذن لعنا الرموز الثلاثة إذن غدي نشوفه أربعة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة مع أربعة وعشرون إذن هنا غدي نقومواً بماذا بحسابة هذا العدد إذن غير تعمده كم مع منا في الجدول الأول. اذا كم تساوي اربعة زائد عشرة زائد عشرة زائد عشرة. اذا هي اربعة وثلاثون. اذا سنقوم بالعملية. ممكن نقوم بالشكل دهني. اذا عشرون زائد تسعة أشرة تساوي تسعة وثلاثون. اذا كيف سنقرر ٣٩ و ٣٩؟ إذن ماذا؟ نعم هي ٩ تساوي المقارنة الموالية إذن أعطونا واحد زائد ٧٩ إذن دائماً نضيفوا واحد لأي عدد كيعطينا العدد الذي يليه إذن ما هو العدد الذي يلي ٧٩ هو ٥٨ إذن نقول ٧٩ ٧٩ ٨٨ إذن العدد اللي من بعد ٧٧ هو ٨٨ إذن هنا ستكون عندي في حالك هنا ٨ و ٨ إذن هنا ٨ أصغر من ١٨ وابتلغي كل جواب واحد زائد ٧٩ أصغر من ١٨ ننتقل الآن إلى المقارنة الموالية إذن لدينا ٨ زائد ٤ إذن ٨ زائد ٤ تساوي ٤ إذن نقارن ٤ ٤ مع ٤ إذن هنا الجواب هو ٩ تساوي نمشي إلى المقارنة الأخيرة إذن ٩٩ و ٩٩ إذن ٩٩ كيف هي أصغر ٤ من ٩ وهكذا نتهينا من السؤال الثاني الآن ننتقل إلى السؤال الموالي وهو السؤال الثالث إذن السؤال الثالث ماذا يقول؟ ألون الكتابات بالأرقام لكل كتاب بالحروف إذن هنا أعطونا مجموعة للأعداد مكتوبين بالحروف أعطونا اختيارات مثلا كتاب الأولى ٥٠٦ إذن نشكونا هي ٥٠٦ في الأعداد الثلاثة هل العدد الأول أم العدد الثاني أم العدد الثالثة إذا الجواب صحيح نقوم بالتلوين إذا الجواب ٥٦ الجواب الصحيح هو الإجابة الثانية ونقوم بتلوين هذا الجواب إذن قمنا بالتلوين ونتقل الآن إلى العدد الثاني ونرى ما هو اللون المناسب إذن العدد سنقرأه إذن هو ٦٨٠ إذن ٦٨٠ إذن هل هو الجواب الأول أم الجواب الثاني أم الجواب الثالث إذن الإجابة الصحيح هي الجواب الثالث ونقوم بالتلوين للجواب الصحيح ونتقل الآن من بعد التلوين إلى العدد الثالث إذن قرأه بالحروف إذن مئتان وإثنان وعشرون الجواب الصحيح هل هو الجواب الأول أم الجواب الثاني أم الجواب الثالث إذن الإجابة الصحيحة هي الجواب الأول إذن ٢٢٢ ونقوم بالتلوين وهكذا سننتهينا من الجواب الثالث ونتقل إلى السؤال الرابع إذن السؤال الرابع إذن هنا فيه الإنشاءات إذن نقرأ السؤال الرابع ماذا يقول؟ الرسم باستعمال المسطرة المطلوب في الشبكة التربعية إذن عندنا شبكة تربعية مطلوب مننا ما هذا الرسم؟ فيها الأشكال المطلوبة إذن شكل أول مربع ثم متلت ثم مستطيل إذن هنا سنستعمال المسطرة إذن ما نعرفه على المربع؟ أن جميع الأضلع دياله متقايصة أي متساوية طول إذن هنا سنحدد الرؤوس الأولى إذن هنا سنشوف ثلاثة سنختار مربع للطول الأضلع دياله ثلاثة إذن هنا إذا كانت ثلاثة إذن سنحسب ثلاثة ثم ثلاثة إذن هنا سنكفي باش نحصل على المربع فقط سنقوم بربط الرؤوس الأربعة باستعمال المسطرة إذن نحدد الرؤوس هي الأولى ومن بعد نقوم بعملية الربط الرؤوس باش نحصله على الشكل المطلوب وهو مربع في الاختيار الأول بهكده نحن جاوبنا على السؤال وحصلنا على مربع إذن دائما للمربع جميع الأضلع دياله تكون لها نفس الطول سنقوم الآن إلى الجواب الثاني إذن متلت متلت هو شكل ما طلبنا شي نوع معين وإنما فقط سنحدد ثلاثة ديال الرؤوس إذن سنحدد ثلاثة ديال الرؤوس إذن هنا الرأس الأول سنحدد رأس ثاني ثم سنحدد رأس ثالث سنقوم الضغط الرؤوس متلت يكون فيه ثلاثة أضلع هو شكل فيه ثلاثة ديال الأضلع إذن سنربطه هذا الأضلع بالرؤوس ثلاثة بشنا نحصله على الأضلع الثلاثة إذن هذا يسمى متلت الآن مستطيل إذن مستطيل إذن هنا يكون عنده طول وعرض إذن سنختار الرؤوس هي الأولى الرأس الأول الرأس الثاني الرأس الثالث ثم الرأس الرابع الآن سنقومه فقط بربط الرؤوس الأربعة بشنا نحصله على مستطيل باستعمال المسترة أربط الرأسين ثم الرأس ثم يريهما ثم غنمشيو اللي من بعد ثم آخر رأسين بشنا نحصله على الثلع الرابع الرابع وبهكذا نحصله على مستطيل إذن هنا المربع هو شكل له أربع رأس وله أربع أضلاع متقايصة المتلت هو شكل ماذا له ثلاث رؤوس وله ثلاث أضلاع المستطيل هو شكل له أربع رؤوس وله أربع أضلاع بحيث له طول وعرض إذن هنا له ضلعين يمثلان طول وضلعان يمثلان العرض بهكذا نكون ننتهينا من تصحيح هذا النموذج نتمنى أنكم تكونوا استفتوا من التصحيح وإلى اللقاء في تصحيح آخر إن شاء الله وشكرا لكم